درس التناظر أو هو التماثل في بعض الأحيان يسمى مثل هذه الأشكال لاحظوا كيف هذه الخطوط المستقيمة تقسمها إلى نصفين ليس من الشرط أن يكون بالطول من الممكن أن يكون بخط مائل أو بخط عرضي أما هذا أيضا تناظر لكن ليس تناظر على خط مستقيم هذا تناظر على مستوى كامل على صفحة كاملة عندما نقوم بقطع هذا الشكل الثلاث الأبعاد هو متناظر على هذه المستوى فالآن مثلا هذا السؤال B لدينا هذا الخماسي المنتظم به خمسة خطوط تناظر أيضا السؤال C به خطين فقط خط رأسي وخط أفقي الخطوط المائلة في هذا الشكل لا تقسمه إلى أشكال متماثلة لدينا نوع آخر من التناظر هنا التناظر الدوراني عندما نقوم بتدوير هذا الشكل هل يبقى متناظر؟ وأيضا هذا التناظر يعتمد أن يكون الشكل شكل منتظم مثلا سأقوم برسم مثلث مثلث منتظم أي له ثلاثة أطلاع متساوية هذا المثلث لاحظوا أستطيع أن أقوم بتدويره ثلاث مرات ويبقى متشابه هذه المرة الأولى وأيضا هذه المرة الثانية والثالثة طبعا هذا المثلث منتظم أستطيع في كل مرة أقوم بتدويره ستين درجة الآن هذه الزهرة بها نلاحظ خمسة بتلات أي خمسة أوراق متطابقة مئة في المئة الدائرة كاملة عندما نقوم بتدوير الشيء الدائرة كاملة هي ثلاثمائة وستين درجة بما أن هذه الأوراق متطابقة مئة في المئة فقم بالقسمة على خمسة فيساوي ثلاثمائة وستين درجة قسمناه على خمسة إثنان وسبعين درجة أي إذا قمنا بتدوير هذه الزهرة ثلاثة أوراق بها ثلاثة أوراق فقط هذه الأوراق الكبيرة وأيضا بها ثلاث أوراق صغيرة فلذلك هذا أيضا شكل منتظم الأوراق متوزعة بشكل متساوي لاحظوا مثلا الوراق التي في الأعلى أستطيع أن أقوم بتدويرها إلى هنا يبقى شكل منتظم وإلى هنا أيضا ثم ترجع إلى هنا ثلاثة مرات وأعيد الدائرة هي 360 درجة تدور على هذا المركز نسميه مركز التناظر وسط الزهرة فيكون 360 قسمة الثلاثة فقط هي 120 درجة فلذلك مقدار هذا التناظر هو 120 درجة أما الزهرة الأخيرة لا يوجد بها تناظر الشكل أبدا ليس منتظم أما هذه الأشكال الثلاثية الأبعاد فهناك سؤالين هل هو متناظر على مستوى هل نستطيع أن نقوم برسم مستوى كامل ويقوم بتجزئة هذا الشكل إلى جزئين في البداية نعم هذا الشكل في السؤال سيبدأ في السؤال نعم أستطيع لو رسمنا مثلا مستوى كامل بهذه الطريقة من وسط أو من الأمام إلى الخلف أستطيع أن أقسمه ويسمى تناظر على المستوى أو في المستوى الأحداثي لكن هناك سؤال آخر هل هناك تناظر محوري في شكل ثلاثة الربعاد كمثال بسيط لاحظوا هنا المحور هو هذا السيخ وهذا الشكل عندما يدور يبقى كما هو فالسؤال الأول لا لأن الخلف في السؤال سي نعم أستطيع أن أرسم مستوى لكن محور لا لو كان هناك محور في وسط هذا الشكل الثلاثة الربعاد الشكل في الأمام مختلف عن الشكل الذي في الخلف أما لو انتقلنا مثلا إلى سؤال لاحظوا أستطيع هذه الكرة أن أقسمها بالنصف عن طريق مستوى كامل مستوى يقسمها مثل البرتقالة أستطيع أن أقسمها بالنصف فيكون نصفين متساوين وأستطيع أن يكون لديك محور مستقيم من الأعلى إلى الأسفل في حالة الدوراني تبقى الكرة كما هي وسنستثني هذه الخيوط البيضاء هذه أيضا أستطيع رسم محور في وسط هذا المضرب وعند تدويره يبقى كما هو ونعم أستطيع أن أرسم لكن صعب الرسم الآن مستوى في وسطه إذا قطعناه بالنصف ينقسم المضرب إلى نصفين ويبقى متناظر فلذلك هذا له تناظرين مستوى وتناظر محوري أما السؤال بي لا أستطيع لا تناظر محوري ولا تناظر على المستوى نعيد هنا هذا الشكل أستطيع أن أقوم برسم أربع خطوط تناظر له بشكل رأسي وأفقي وخطوط مائلة أما السؤال الثاني هو مثلث لكن امتبه هذا المثلث مختلف الأضلاع لا هو متساوي الساقين ولا هو متساوي الأضلاع فهذا مختلف الأضلاع ليس له أي خطوط ناظر تأكد من قياسات الأضلع السؤال الثالث ننتبه إلى هذا الشكل هو شبه منحرف له خط تناظر واحد فقط رأسي من القاعدة الأولى إلى القاعدة الثانية هو شبه منحرف متساوي الساقين الآن التناظر الدوراني يسألني ليس عن خطوط تناظر هل أستطيع أن أقوم بتدوير هذا الشكل ويبقى كما هو السؤال الرابع أيضا هذا خماسي لكن خماسي غير منتظم لاحظوا الظلعين الذي في اليمين واليسار أطول من باقي الأضلع فلذلك لا أستطيع أن أقوم بتدوير هذا الشكل فليس له تناظر دوراني أما السؤال الخامس مستطيل المستطيل بما أن كل ظلعين فقط متساويين فيكون له تناظر دوراني لكن مقداره إثنان لاحظوا للتأكد سأقوم برسم هذا المستطيل وتدويره هذا المستطيل أستطيع في البداية تدويره إلى الأسفل هذه 180 درجة كما هو لم يتغير وأيضا أستطيع أن أعيده إلى الأعلى بمئة وثمانين درجة فلذلك له تناظر دوراني رتبته إثنان مقداره 360 تقسيم 22 و180 أما هذا الشكل نلاحظ أن له أربع أجزاء متطابقة مئة في المئة فيكون التناظر الدوراني له رتبته أربع فسأقوم بتطبيقه أمامكم لو رسمنا الشكل بهذه الطريقة واحد هذه لاحظه 90 درجة كما هو لم يتغير هنا أخطأنا ليس 90 درجة هذه 90 فبقي كما هو وهذه 90 وأيضا 90 يعود كما هو فلذلك بالفعل أربعة ومقداره 90 درجة أما هذا الشكل للبرلمان الأمريكي يسألنا في البداية عن التناظر الأفقي طبعا لا يوجد تناظر أفقي لأن كل مستوى أو كل طابق يختلف عن الذي في الأسفل الحجم غير متساوي فإذن لا يوجد تناظر أفقي أما بالنسبة للتناظر الرأسي وهنا يجب أن أنتبه إلى عدد الدعامات وهي 36 دعامة لاحظوا هذا الشكل أستطيع بما أنه دائري أستطيع رسم خط تناظر رأسي على الدعامة تماما لأن كل دعامة تقسم الشكل إلى نصفين لكن أيضا أستطيع أن أقوم برسم خط تناظر بين كل دعامتين في الوسط أي عند النافذة لأن أيضا هذه النوافذ متساوية أو متطابقة فلذلك أستطيع رسم خطوط على الدعامات نفسها وخطوط بين الدعامات بما أن الدعامات عددها 36 فأنا أحتاج الدعامات وأحتاج بين الدعامات ف36 ضرب 2 هناك 72 خط تناظر رأسي وهل يوجد تناظر محوري؟ نعم لو كان هناك مثل هذا الشكل مستقيم في الوسط الشكل سيدور عليه ويبقى متناظر دائما لكن سألني عن الترتيب أو المقدار أي عن المقدار هذه الزاوية فالآن بما أن لديك 36 دعامة هذه الدعامة عندما أقوم بتدويرها يجب أن تعود إلى الدعامة الثانية وهكذا فهو التناظر يعتمد على الدعامات التي لديه 360 تقسيم 36 ويساوي 10 درجات هذه الأشكال والأسئلة بشكل سريع السؤال التاسح هو شكل خماسي غير منتظم لا يوجد به أي تناظر الشكل العاشر نعم لدينا تناظر لدينا أربع خطوط تناظر بالطول وبالعرض وأيضا بشكل مائل لاحظة هذه واحد اثنان ونستطيع من هنا نرسم خطوط تناظر السؤال الحادي عشر لدينا خط واحد فقط في المنتصف من هنا السؤال الثاني عشر شكل غير منتظم لا نستطيع رسم أي خط تناظر السؤال الذي يليه لدينا مثلث وهذا المثلث مرسوم به ثلاثة خطوط تناظر أي مستقيم منهم هي ليست ثلاثة أكثر من ثلاث أي مستقيم منهم هو مستقيم التناظر طبعا المستقيم R لاحظوا يقسم الزاوية ويقسم الضلع بشكل متساوي فلذلك المستقيم R هو مستقيم التناظر لهذا المثلث الأسئلة الأخيرة تتحدث عن التناظر الدوراني وطبعا نبحث دائما عن أشكال تكون متشابهة أو منتظمة مثلا السؤال السابع عشر هذا الثماني منتظم فله ثمانية أو ترتيب التناظر الدوراني هو الثمانية فلذلك بما أن الدائرة كلها أو الدورة كلها 360 فقسم 360 على ثمانية فيكون من ترتيب ثمانية ومقدار هذا التناظر 45 درجة وهذا أيضا مثلث منتظم له ثلاثة أضلع منتظمة فلذلك أيضا أتحدث عن التناظر الدوراني برتبة ثلاث والمقدار أقسم على ثلاث يساوي 120 درجة أما هذا الشكل الذي يشبه الهلال ليس له تناظر دوراني الشكل الأخير لدينا متوازع أطلع نعم له تناظر دوراني في هذا المركز في الوسط لكن مقداره 2 لأن هذا أطلع غير متساوي الزاوية التي في اليمين ستنتقل إلى التي في اليسار في الأسفل وتعود مرة ثانية فقط بهذه الطريقة 360 قسمة 2 يساوي 180 هذا الشكل في البداية سيقوم بدوران 180 درجة وأنا أعلم عندما يكون 180 درجة نقوم بعكس الـ x والـ y الـ x تصبح سالب x والـ y تصبح سالب y أو نغير الإشارة فلذلك العلم سيكون بهذه الطريقة وهو متناظر حول نقطة الأصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر